قال مصدر طبي وآخر أمني لرويترز إنه تم انتشال جثة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله من موقع الهجوم الجوي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وإنها سليمة هذا ولم يذكر بيان حزب الله والذي أكد مقتل نصر الله أمس السبت كيف قتل أو موعد جنازاته لكن المصدرين قالا إن جثته لم تكن بها جروح مباشرة ويبدو أن سبب الوفاء صدمة حدة من قوة الانفجار من ناحية أخرى نقلت صحيفة لي باريزيان الفرنسية عن مصدر أمني لبناني قوله إن جاسوسا إيرانيا زود إسرائيل بمعلومات عن موقع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قادت إلى اغتياله اشتركوا في القناة